أدى صاحب وسمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بجامع السلطان قابوس بصلالة وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من المكرمين وأصحاب السعادة والشيوخ وأعيان محافظة ظفار وجمع من المواطنين والمقيمين وقد أمل المصلين الشيخ مسلم بن علي بن أحمد المسهلي إمام وخطيب جامع السلطان قابوس بصلالة حيث هنأ في الخطبة الحضورة بمناسبة إتمام فريضة الصيام وحلول مناسبة العيد السعيد وعدد الدروس والمآثر والقيم والعبر المستخلصة من شهر رمضان كالتكافل والتراحم بين المسلمين داعيا المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالة السلطان المعظم وينعم على سلطنة عمان وأهلها بالخير واليمني والبركات ويعيد هذه المناسبة الجليلة أعواما مديدة ترجمة نانسي قنقر